أهلا بكم تعرضت الفنانة رحمة حسن لهجم شرسة من كلب في منطقة حساسة وإليكم التفاصيل رحمة حسن تعرضت لوعقة مؤلمة حدثت لها بالأمس حيث تعرضت لهجم شرسة وعضة من كلب جارتها وذهبت إلى المستشفى وأخذت جراء التطعيم وتقوم بتكرارها لمدة شهر وقالت رحمة حسن إنبارح الساعة 11 بالليل كنت نزل أجيب حاجة من السوبر ماركت جنبي البيت وكنت ماشي على الرصيف وكان فيه عربية بتركن جنبي وفجأة الباب تفتح ولاقيه الكلب جرمان بياجم علي بكل قوته وطبعا حاولت أجري لكن للأسف الكلب كان قوي وشارس ووقعني على الأرض حاولت أقوم وأجري وصحبته حاولت تشده بس للأسف عدني عدة كبيرة وغويتة بنابو في منطقة حساسة صحبة الكلب كالترخرة أخدتني فورا على مستشفة إمبابا صحبة الكلب كالترخرة أخدتني فورا على مستشفة إمبابا إدوني حقنة تطعيم الكلب ولسه فضلي أربعة خدم خلال شهر بس المشكلة من إنبارح الجرح بينزف دم كتير وأنا طبعا خايفة ومصدومة ربنا يشفيها ويعافيها ويتمي شفاها على خير ترجمة نانسي قنقر